مواصلة لفعاليات الأسبوع الوطني للشجرة دورة العام 2017 ومتابعة لسياسة سلطات الأولية في البلاد الرامية إلى حماية الحياة البرية ومكافهة الزحف الصحراوية جاءت مناصبة غرس عدد من الشتلات بالثانوية مدينة ماساكوري حاضرت إقليم هجر لميسا المناسبة كانت بهضور العامين العام للإقليم سابي بوكور إلى جانب الإداريين والسلطات العسكرية والتقليدية بالمنطقة العامين العام للإقليم سابي بوكور في كلمته بهذه المناسبة أشار إلى أهمية التشجير في التوازن البيئي مضيفا بأن هذه البادرة تماهض الطريق لتطبيق البرامج والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة للهفاظ على البيئة مندوب التنمية الريفية بإقليم هجر لميسا من ناحيته أكد بأن الأسبوع الوطني للشجرة يعد من البرامج الهادفة التي تنصب في حماية التراب الوطني من الجفاف والتصحر الزحف الصحراوي جاء بشدة ولذلك ما في حاجة آخر توقفه إلا شنو خرص الأسجار والسبب الزحف الصحراوي الإنسان بنفسه هو المسبب لأن سبب خطأ الأسجار المختلفة فلذلك بيسبب شنو الزحف الصحراوي من كل السكان ومن كل شعب هنمسكوري بصفة عامة أن يطلعوا وشنو ويغرسوا وننوه بأن البلاد قد قامت بالعديد من المبادرات كمشروع تنمية الحزام الأخضر وإنشاء الصندوق الخاص لصالح البيئة وكذا التوقيع على الاتفاقيات والمؤاهدات الإقليمية والدولية في مجال هماية البيئة